لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن أكرم عطل الكاتب والبحث السياسي ورحب بك سيد أكرم على شاشة الغد سيد أكرم هل من تفسير سياسي أو أي بعد سياسي لما يجري من حصار على شمال القطاع؟ سأل خير وشكرا على الدعوة واضح أنه بالنسبة لإسرائيل لا شيء تكتيكي لا يرتبط بالاستراتيجي واضح أن إسرائيل استلت من الأدراج كل المشاريع الاستراتيجية التي كانت قد ندمت على عدم تنفيذها منذ خمسينات القرن الماضي وأبرزها إخلاق قطاع غزة وتحويله لمنطقة عازلة بفرزون وهناك حديث في إسرائيل أن إسرائيل يتتندم على شيء أن الدبابات الإسرائيلية لم توقف عند الحدود الفلسطينية المصرية منذ عام 1948 وبالتالي ظل قطاع غزة خاصر موجع لإسرائيل أن تجل فصال الفلسطينية الآن تتوفر رداء إسرائيل فرصة منذ فترة يجل الحديث عن قطة الجنرالات نعم قطة الجنرالات هدفها ولم تعلن إسرائيل حتى الآن أعلنت عن دراسة إمكانية تطبيق نودها لكن لم تعلن حتى الآن لأن الأمر مربوط بكثير من الاعتبارات سواء داخلية فلسطينية قد يصمد الفلسطينيون قد لا تستطيع إسرائيل تنفيذها طب ربطا بما يشري على الأرض هل هو يتم تنفيذ هذه الخطة سيد أكرم؟ نعم نعم هو تنفيذ هذه الخطة بهدف التهجير والترحيل لكن أسوأ ما حدث ما يمكن رصده بعد عام ونحن ندخل في العام الثاني للإبادة والحرب على قطاع غزة أن إسرائيل أدركت أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لا يمكن لأحد أن يوقفها بدءا من التهجير وانتهاءا بالتجويع وقطع غزة منطقة الشمالية على أبواب مجاعة ربما تغطون خلال الأيام القادمة المجاعة لسيستحدث في الشمال نعم إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات ولكن لا تعلن عن ذلك حتى إذا ما فشلت في تنفيذها لا تصاب بانتكاسة يعني أمام الشارع الإسرائيلي وأمام العالم أن إسرائيل فشلت في تنفيذ وهناك عدة عوامل لنجاحها صحيح منها الدعم الذي تتلقاه والسكوت على كل الجرائم الإسرائيلية وأيضا صمود الغزيين في منطقة شمال قطاع غزة وأيضا هناك عوامل لنجاحها وهي الدعم الدولي والرغبة الإسرائيلية وعوامل فشلها ربما الصمود الفلسطيني في منطقة شمال قطاع غزة ونحن رأينا كيف فضلت الناس الموت على الرحيل وبالتالي إذا ما نجحت إسرائيل بكل ظروف تريد العنب لا تريد مقاتلة النطور إذا نجحت الخطة هذا هدف استراتيجي إسرائيلي وإذا ما فشلت تقول أننا لم نطبق قطة الجنرالات ولم نكن نريد لكن الحقيقة الماثلة أمامنا أن إسرائيل منذ أشهر تتداول موضوع التهجير منذ أشهر تتحدث عن تهجير منطقة الشمال هجرة الفلسطينيين إخلاء قطاع غزة استيطان إسرائيلي لقطاع غزة الآن تقوم بعض الأعقد مؤتمر في تل أبيب بالمناسبة منذ أشهر لموضوع استيطان غزة هناك قطط وهناك رحلات بحرية يأتي المستوطنون على زوارق وعلى سفن قبالة المنطقة الشمالية لقطاع غزة ليتفرجون على المناطق التي ستقام فيها المستوطنات وهذا يتطلب إخلاء السكان في قطاع غزة على الجانب الآخر تحقيقات أممية توالت على مدار هذه السنة واليوم هو تحقيق أممي جديد يتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير النظام الصحي بقطاع غزة حتى الآن ماذا حققت هذه التحقيقات التي تتهم إسرائيل بارتكاب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة شوفي إسرائيل أساءت للجميع أصدقائها قبل خصومها وأحرجت كل أصدقائها وأحرجت النظام الدولي وأحرجت المؤسسات الدولية والمواثيق الدولية والمحاكم الدولية والعراف الدولي كل شيء إسرائيل لكن علينا أن نفصل ما بين أن هذه المؤسسات لا تستطيع أن تقول كلمتها وما بين قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ كلمتها بمعنى أن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية رغم كل الضغوطات على المحكمة الدولية لكنها تقيس الأمور وفقا لمعايير قانونية لا يمكن التلاعب بها إذن عليها أن تقول أن هناك إبادة جماعية أو على الأقل شبهة إبادة جماعية لأنها ما يحدث يتلاءم مع النصوص التي تحافظ عليها المحكمة وبالتالي نظمة الصحة العالمية نعم تقول أن ما يحدث وكارثة صحية إبادة صحية إسرائيل أبادة الصحة في قطاع غزة إبادة تعليمية أبادة التعليم من جماعات ومدارس إبادة صحية من سيارات وعربات والإسعاف والمستشفيات والعيادات وحتى العيادات الأولية الآن معظم عيادات الأولية في قطاع غزة تجري في الخيام وبالتالي ما بين العالم لا يستطيع أن يقول عندما تم اقتحام مستشفى الشفاء والآن أعطي تهديد منذ الأمس لمستشفيات الثلاثة العاملة الوحيدة بشمال قطاع غزة المنطقة الشمالية بشمال الشمال قطاع غزة إسرائيل فصلت الشمال إلى نصفين الآن شمال الشمال وجنوب الشمال وهي مدينة غزة ولوحيها أعطيتم تحذير مستشفى كمال عدوان مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة ثلاث مستشفيات العاملة حتى الآن اليوم أعادت للمرة الخامسة الوقود القادم لهذه المستشفيات وبالتالي نحن أمام إبادة صحية تامة لقطاع غزة بما يتلاءم الآن العالم لا يستطيع أن يرى إسرائيل تطلب إخلاء من المستشفيات وتمنع عنها الوقود ولا يتحدث عن كارثة صحية تتحقق في قطاع غزة لكن قدرة هذا العالم على إلزام إسرائيل على الحفاظ على المواثيق الدولية بما يخص الصحة والتعليم هذه مسألة أخرى كيف قل عساها أن تحقق حتى الآن أين هو وزن المواقف الدولية حتى الآن لأنه بالأخير يعني إسرائيل ليست الدولة الوحيدة المتواجدة بهذا العالم صحيح صحيح وهذا سؤال منطقي بعد أكثر من عام ولكنه أيضا مع الفترة الزمنية يبدو سؤال أيضا بعيد عن المنطق المنطق السؤال أنه وفقا للمقيهيس والمعايير الدولي والإنساني والمؤسستي والشرائع وأعراف الحروب التي تجري وحماية المدنيين والأطوال للنساء لم يعد منطقيا لأنه بعد هذا الصمت على أكثر من عام وإبادة منطقة بهذا الشكل يبدو السؤال أنه غير واقعي لأنه خلص العالم صمت العالم يبدو كل هذه المواثيق لم توضع لأجل الفلسطينية ولم توضع لأجل العرب ووضعت من أجل العالم الغربي وعلي أن أعود إلى الحرب العالمية الثانية كل المواثيق الدولية والنظام الدولي الذي تشكل وتشكل حتى لا تحدث حرب عالمية ثالثة في أوروبا ولم يتشكل من أجل العرب والمسلمين هذا جديد وهذه صدمة والعالم ينظر بمعيارين العالم لا معياري في أوكرانيا الأمر غير تسمية في فلسطين في قطاع غزة وما يحدث هناك في كييف غير ما يحدث في مدينة غزة هذا أصبح واضحا وبالتالي طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تشرف وتغطي وتمول وترعى وتخطط وتراقب وتساند إسرائيل بكل ما تملك من قوة والآن في الولايات المتحدة الأمريكية تساؤلات حول ما يحدث من إعصار وأين الأموال الأمريكية التي تذهب لإسرائيل بمعنى كل التمويل الذي كشف عنه 22 مليار ونصف دولار 22 مليار دولار حجم التمويل الأمريكي لإسرائيل في هذا العام من الحرب وبالتالي طالما أنه تقف خلف إسرائيل هذه القوة بما تملك من إمكانيات والأمريكان اسمها القوة الأمريكية الكاسحة الولايات المتحدة الأمريكية الكاسحة الأغنى والأكبر والأبرز والأقوى والاستخبارات الأقوى في العالم والقوة الجوية الأقوى إذن الحديث عن العالم أين العالم يبدو سؤال غير واقعي لأنه هذا العالم يصطف خلف إسرائيل باعتبار أن إسرائيل هي جزء من هذا العالم الغربي والآن ربما أدرك الفلسطينيون والعرب أن إسرائيل هي جزء من هذا العالم ليست دولة مستقلة بقدر هي دولة جزء من أوروبا تشكلت ببعض اللاجئين الذين نزحوا من أوروبا الناجئين اليهود الذين نزحوا من أوروبا ولزالت صلاة مع أوروبا وعتبرت نفسها دولة أوروبية وتنتمي لأوروبا وتشرف الولايات المتحدة إذن هي لهم لهذا العالم هي بنتهم بنت هذا العالم وبالتالي هذا العالم يدافع عن حسطه في الشرق الأوسط وهي إسرائيل أما غير ذلك لا يتعلم من معه بنفس هذا القدر من الرعاية والإحترام أكرم عطل الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر